معنا عبر الهاتف محللنا التحكيمي الكبير كابتن جاد جريشا كابتن جاد صباح الخير مشرف ومنور كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك وطبعا دونورك انت حالات كتيرة النهاردة جدلية بس ابدأ معاك من مباراة الاهلي طردك كابتن سهد عبد الحفيز ضربة جزاء غير محتسبة كان فيها اعتراض من النادي الاهلي رأي حضرتك ايه والله يا كريم النهاردة انا فقط على مطشين سواء الاهلي والمصر والاهلي والمصر المكسطة والزمالك في النهاردة في عدم رضا عن تحكيم بسرعة عامة هنتكلم مثلا عن مطش المصري والاهلي النهاردة هكتلمك في نقطة محددة تبديها 8 هدف سريم للنظر مصري ولكن اللاعب اللي احرص الهدف وضع الفرن على وجهه الاحتفال ده لازم انظار اللاعب ده اخذ انظار بعد كده كان لازم ياخد انظار في الاحتفال ولما اخذ انظار كان الانظار التاني لو هينطرت فيه اه يعني كان تتكلم انه كان يستحق الطرد في هذه المباراة اه يعني هو الرجل كان خد انظار بعد كده بس هو في احتفاله بالهدف حط احتفال وضع التشيرت على وجهه ده بالتحال الدولي ده انظار مستحق ما اخذهوش ومخد انظار بعد كده كان يستحق الطرد فيه انظار مستحق لأي من 10 بداية 19 فيه راكل الجزاء لنادي الاهلي في ديها 31 دافع بالجسم يا حياتي بس الاول واحدة واحدة كده كابتن جايد حياتي بتقول الوقت ان هيسم العيوني اللي هو سجل هدف المباراة بعد ما رفع التشيرت على وشه كان هياخد انظار واخد انظار آخر في اسم المباراة فهيسم العيوني كان يستحق لان احتفاله بالهدف حط التشيرت على وجهه ده ده تعليمات تحت دولي ده لازم انظار في الاحتفال بالهدف بضع التشيرت على وجهه ده انظار مستحق ما فيه جدال ده الحكم طبعا ما حدث بوش تمام فيه لعبة فيه لاهمة بالنسبة لي لعبتين راكلتين جزاء للناد الاهلي في ديام 30 فيه راكل جزاء لم تحتسب اللي هي خال محمد شريف الكرة بسدرو واللعب المصري دافع بالجسم الدفع من شرط بإيدة كريم فيه دافع مدافع بالجسم وده حفظت في اللعبة ديات وراكل جزاء لم تحتسب هو تواصل مع حكم الفار لكن حكم الفار اللي كان موجود ما كانش عنده قناع باللعبة فيه لعبة تانية بتاعة عسان حسن دي في الشهود التاني وكان ماسك دي سابق اللعبة اللي عبتها كتاكسار كده انتراض وانطراض بعد كده دي ماسك تقدم الخص ماسك كامل من لعب النظر المصري لحسان حسن وكان دي لازم يتم استدعاءه من حكم البرار ويشوفها وده راكل جزاء صحيحة تانية لنادي الاهلي اللي تحتسب النهاردة في المباراة هكلمك برضو يا كريم في نفس المباراة فيه راكلة حرة مباشرة لنادي الاهلي وإلغاء هدف للنظر المصري كان القرار سليم من حكم المباراة كان فيه دهس أو دوس على رجل أبشى وكان القرار مضبوط وإلغاء الهدف كان سليم في اللعبة دي يعني أنا بكلم على مجمع المباراة راكلتين جزاء في المباراة للنادي الاهلي وطارد كان فيه للنظر المصري وفيه لعبة كمان للمحمد شركة مهمة جدا في الديئة في الديئة 52 اللي هي كان الأهلي بيطارد بركل الجزاء لما لعب النادي المصري الأخر لاعب راكله في يده الراكل في اليد دي كانت برى منطقة الجزاء مش بيه منطقة الجزاء كان لازم كنت يتعامل حكم الفار لأنها تكتب راكلة حرة مباشرة للنادي الاهلي وطارد مباشر لأنه كان فيها انفراد لمحمد شركة المربوط وبالتالي مباراة المصري والأهلي النهاردة تحكين بغير مرضي وكان فيه يعني الناس حتى شكت أن فيه فار موجود في المباراة وده كان التعليل أكبر في المباراة النهاردة أن يكون فيه أخطاء كترة جدا يعني الملاخص الملاخص بتاع كلام حضرتك أن الأهلي كان يستحق ضربتي جزاء اليوم وطارد اللعب المصري هيسم لعيوني بزوط